عندما بدأنا اجتماعاتنا يوم أمس كوزراء الخارجية أنتم تعلمون بأن هناك بعض القضايا التي كانت بحاجة إلى مناقشات معمقة وإيجاد لغة تسمح بالوصول إلى تفاهمات حولها القضية التي لم يكن عليها خلاف كانت هي القضية الفلسطينية ومشاريع القرارات الفلسطينية هذه المشاريع لم يكن عليها أي خلاف من أي مستوى ومن أي دولة وإنما كان هناك إجماعا على هذه القرارات وعندما تحدثنا عن هذه القرارات أنا سمعت من كافة زملاء وزراء الخارجية بأن ما تقدمه فلسطين وما تقبل به فلسطين نحن نقبل به وبالتالي تم قبول مثل هذه المشاريع للقرارات المحدثة كما جاءت بالتأكيد ضمن هذه المناقشات سوف تسمعون بأن بقية القرارات المتعلقة بالمواضيع الأخرى سوف يتم اعتماد ما تم اعتماده منذ القمة الأخيرة حتى هذه اللحظة دون الحديث عن الاجتماعات التي تمت خلال أيام الماضية باستثناء القرارات المتعلقة بفلسطين تأخذ كما تم اعتمادها مؤخرا بما يعني بأنها هي القرارات المحدثة استثناءا لفلسطين وهذا امتياز حصلت عليه فلسطين من قبل هذه القمة والاجتماع التحضيري الوزاري ومن قبل دولة الجزائر ومن قبل الدول الأعضاء في هذه القمة الذين قرروا بأن فلسطين يجب أن تحضى بالاستثناء وأن فلسطين يجب أن يكون لها مثل هذا التمايز لكي تصل الرسالة إلى كل مناحي الوطن العربي بأن القمة العربية وبدولها هي تعطي هذه الخاصية لفلسطين وتحضى فلسطين بهذا التمايز وهذا الامتياز كون فلسطين هي القضية العربية المركزية والأولى بالنسبة للدول العربية إذن هذا التعامل مع القضية الفلسطينية بمشاريعها أبرز هذه الخاصية وأبرز مركزية هذه القضية الفلسطينية وبالتالي نحن سعداء جدا عندما خرجنا من هذا الاجتماع لكي نؤكد بأن فلسطين تخرج منتشية بما تم تحقيقه وسعيدة بما سمعته ومرتاحة لما عرض عليها من موافقة شاملة كاملة لكل قراراتها الآن نحن بالتأكيد سوف نعمل على استقبال القادة ابتداء من يوم غد سوف نضعهم في صورة ما تم تحقيقه سيكون لدينا اجتماع أيضا تشاوري يوم غد بخصوص العمل على تحضير لإعلان الجزائر لكي يتم التوافق عليه قبل أن يتم الإعلان عنه خلال القمة التي سوف تبدأ عملها يوم بعد غد إذن نستطيع أن نقول بأننا قد انطلقنا بكل أعمالنا حققنا ما كنا نرغب به ووصلنا إلى إجماع كامل حول كافة القضايا وبالتالي الآن سوف يكون عمل متواصل من قبل وزراء الخارجية يوم غد اجتماع تشاوري بخصوص إعلان الجزائر تحضيرا لاستقبالنا للقادة ومن ثم بدء العمل من خلال اجتماع تشاوري للقادة قبل انطلاق أعمال القمة يوم بعد غد شكرا